بعض هؤلاء النجمات لم يلتزن بقرار الحجاب طويلا ليعدن من جديد بعد خلعه في جرأة شديدة منهن حيث يرى بعضهن أنه كان عائقا أمام تواجدهن على شاشات التلفزيون تحت الأضواء شهيناز شهيناز مغنية مصرية استطاعت تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحا كبيرا وبدأت مشوارها الغنائية من خلال أغنية قولي قولي ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج سيتر ميكر أولى ألبوماتها على إيه وحقق نجاحا كبيرا عام 2003 وانتقلت بعد ذلك إلى شركة روتانا وتعاونت معها من خلال البومين أحب أعشلكة 2005 جوة قلبي 2006 وفي مارس 2008 قررت شهيناز اعتزال الغناء نهائيا وارتداء الحجاب غير إنها عادت في عام 2016 إلى الفن وقررت خلع الحجاب عبير صبري عبير مصري ممثلة مصرية ارتدت الحجاب لسنوات وقدمت عدد من البرامج الدينية ولكنها خلعته عام 2010 وقالت إنها شعرت براحة نفسية بعد خلعه وأنها تخلت عن حجابها من أجل العمل وخاصة أنه لم يكن يعرض عليها أي أعمال فنية وهي محجبة نورهان بعد أن اختفت الممثلة المصرية نورهان عن الأضواء لفترة بسبب الاهتمامها بعائلتها ظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب إلا أنها عادت للتمثيل من جديد دون حجاب وقررت العودة إلى التمثيل بعد انفصالها عن زوجها موناليزا موناليزا فنانة مصرية بدأت العمل للفني عام 1997 وقد ظهر نجاحها في فيلم همام في أمستردام عام 1999 مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي وقدمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون والمصرح بعد ذلك ولكنها بعام 2002 أعلنت اعتزالها المجال الفني غيرت دينتها من مسيحية ودخلت إلى الإسلام وارتدت الحجاب بعد ذلك ولكن في نهاية عام 2014 ظهرت في لقاء تلفزيوني خلعها الحجاب مؤكدة قررها للعودة للتمثيل بسمة وهبي الإعلامية المصرية بسمة واهبة اشتهرت بتقديم مواضيع مثيرة للجدل إلا أنها فاجأت الجميع بارتداء الحجاب ولكنها تراجعت عن قرارها بعد فترة وقامت بخلعه بعد ذلك عيمان العاصي فاجأت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها بقرار اعتزالها وارتدائها الحجاب بعد نجاحها في مسلسل حضرة المتهم أبي إلا أنها تراجعت عن القرار وعادت إلى الساحة الفنية من جديد دون حجاب سوسن بدر ارتدت الفنانة المصرية سوسن بدر الحجاب لمدة عامين قبل أن تعود وتخلعه وقد تحدثت سوسن سابقا عن تجربتها وقالت أنها قررت ارتداء الحجاب في لحظة اكتشاف أعقبت زلزال عام 1992 عندما أدركت أنها لا تعرف الكثير عن دينها وظلت لعامين تقرأ وتتأمل حتى اكتشفت أن هناك أمور عدة على العبد أن يقوم بها لكنها تركت الحجاب لإحساسها بعدم قدرتها على ارتداءه مؤكدة أن الأهم هو التغيير في سلوك الفرد للملبس عفاف رشاد بعد عامين فقط من ارتدائه تخلت الفنانة عفاف رشاد عن الحجاب حيث ظهرت في مايو من عام 2016 الماضي بدونه في أحدى الفعاليات الفنية في نادي سموحت بالإسكندرية كارمين سليمان ظهرت المطربة كارمين سليمان في صورة نادرة لها من طفولتها كانت ترتدى الحجاب قبل دخولها المجال الفني إلا أنها تخلت عنه بعد شهرتها عن طريق أحد برامج المسابقات الشهيرة شهيرة اعتزلت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين المجال الفني في عام 1992 ولكنها أثارت الجدل في عام 2013 بظهورها بقبعة حمراء تظهر عن أجزاء من شعرها ولكنها نفت وقتها خلعها للحجاب ولكن مؤخرا ظهرت بدون حجاب في عزاء الفنانة كريمة مختار والتي رحلت في 12 يناير الماضي دينا تعرضت الفنانة دينا لأزمة شخصية في فترة زواجها برجل للأعمال حسام أبو الفتوح وانتشار مقاطع فيديو مسيئة لها فقررت ارتداء الحجاب وتأدية فريضة الحج ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط تخلت دينا عن الحجاب وعادت للرقص مرة أخرى غادة عادل بعد زواجها من المنتج والمخرج مجدي الهواري عام 1997 ترددت أنباء حول ارتداء الفنانة غادة عادل الحجاب بضغط من زوجها بعد مطالبتها بعدم التمثيل سوى في أعماله فقط وهو ما أثار غضبها في اتخذت قرارا بالحجاب ولإعتزال ولكنها تخلت عنه عام 2003 وعادت للتمثيل مرة أخرى دون حجاب ورفضت التحدث عن ذلك قائلة لا أسمح لأحد بالتدخل في شؤوني ميرنا المهندس الفنانة المصرية الراحلة ميرنا المهندس أعلنت بعد إصابتها بمرض السرطان في عام 2002 اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب إلا أنها قررت العودة مرة أخرى للتمثيل بدون حجاب بعد تحسن حالتها الصحية وأكدت أنه ليس من حق أي شخص محاسبتها وأنها تواظب على فروض الصلاة وأن علاقتها بالله شيء خاص بها ورحلت ميرنا في 5 أغسطس عام 2015 متاثرة بمرضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر